توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 34 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت وفي مجال قضايا المخابزة تم ضبط 607 قضايا من بينها 166 قضية خبز ناقص للوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي حيث تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت قرابة 5 أطنان أقمح محلية